أنا حكلم في كل قطاع سريعا يا فندم مياه الشرب بنتكلم على 52 مشروع تم تنفذهم الحقيقة بتكلفة تجاوزة الـ 15 مليار جنيه خلت تغطية مياه الشرب في سيناء من 84% في 2014 إلى 98% وهنا بنتكلم على شبكات مستقرة موجودة طبعا الـ 2% هي فقط التجمعات البدوية التي تبقى يعني منعزلة ودي بيبقى لها اسلوب آخر في تغطية المياه بخلاف الشبكات ولكن الحقيقة سيناء بتتميز بأنها فيها أكبر عدد من محطات التحلية لنفذتها الدولة من حيث العدد ومن حيث الحجم لأن حنشوف يمكن كميات هائلة 12 محطة تحلية سواء جديدة أو توسعات بطاقة يعني وصلت إلى أكتر من نص مليون متر مكعب في اليوم لهذه المنطقة هذه صور مقارنة بمنطقة محطة تحلية راس صدر في 2014 الأرض كانت صحرة الحمد لله المحطة موجودة بالشكل الذي حضراتكم شايفينه محطة تحلية مياه البحر بالعريش وهذه مهمة جدا المرحلة الأولى انتهت بـ 100 ألف ومخطط أنها تصل لـ 300 ألف النهاردة بقت المحطة موجودة على الأرض في هذه الفترة بالصورة التي حضراتكم شايفينها الحقيقة محطات أخرى مختلفة منطقة الشيخ زويد لها المحطة بتاعتها منطقة الدهب مدينة طابة كل المناطق ولكن طبعا في إطار تنمية منطقة شرق بورسعيد اتعملت أكبر محطة حاليا طبعا لما هتخلص العريش بتصل لـ 300 ألف هتتجاوزها ولكن النهاردة في شرق بورسعيد عندنا محطة بـ 150 ألف متر مكعب في اليوم مع أيضا محطة بحيرة البردويل عشان تخدم التجمعات اللي هناك